لما واحد ممكن يكون فيه كل المواصفات اللي أي بنت بتحلم بيها أو تتمنها مش المواصفات المادية يعني بس إنسان كويس ابن ربنا يعني بمعنى أنه بيتقي ربنا فبالتالي لما هو يكون كده يعرف يتقي ربنا في السد اللي هتكون معاه في شركة حياته ودي من الصفات الحلوة قوي بكرة وبعده شخصيته كده بتقول أنه هيبقى زوج حنين وقب حنين إنسان واقف على أول الطريق أنه هيكون إنسان ناجح وده بيبان قوي قوي ويروح يتقدم لعيلة أو لبنت وترفض تفتكروا ليه تفتكروا ليه ممكن إيه الأسباب اللي تخلي واحد يرفض عريض زي ده يعني لبنته عشان أي سبب مما كان حتى لو بنته عايزاه حتى لو بنته عايزاه إحنا ماديين شوية ممكن نبص على الماديات ممكن يكون أسرة من طبقة معينة فعايز حد يعني يكون زيها ممكن حد بيحلم لبنته أو بيحلم يعني أو هي أو أمها بتحلم أن بنتها تاخد حد مستراح مادياً فهو بيتقدم لقول لأنا عندي شقة قطن وصالة مثلاً إيجار جديد فهو لأنا ما تجاوز بنتنا في إيجار جديد إحنا عايزين شقة 130 متر في الحتة الفلانية ويكون فيها مواصفات معينة فطبعاً بتبقى ديه حاجات المعظمة حدخلها في الحاجات المادية إيه رأيك بقى أن في حد ممكن يرفض عريس حلو لبنته أو أم ترفض عريس حلو لبنتها مش هشخاطر الولد نفسه فيه أي حاجة أو الراجل نفسه فيه أي حاجة أو فيه أي عيب غير أن هم عندهم حاجة مش عاجباهم في العيلة يعني غير المستوى المادي أي مشكلة حصلت في العيلة أنا يعني شايف أصل العيلة دي خالته أو بنت خالد بابا كان عندها مشكلة كذا يعني أو سلكها مش اتصرفتها مش عاجبانا أي حاجة بترتبط بالعيلة يمكن فيه قصة كده لحد بابا تعصر مديا وكان واخد قروض وكان صاحب شركات ومصانع ناس مرتحين جدا مديا ولما تعصر حصلت عنده مشكلة واتسجن فترة لغاية لما قدروا المحامين يوفقوا أوضاعه المادية ويقصتوا المبالغ عليه والراجل رجع ووقف على رجله من تاني يبتدى يسدد لكن ما عندهش قضية مخلة مثلا بالشرف بالأمان أو بأي حاجة لكن الظروف عكسته في أنه مقدرش وفضلت بقى الحتة اللي حصلت معادي وقفة في طريق ولاده كل ما واحدين رحي تقدم ربطينه بباباو باللي حصل ليه؟ احنا بالنسبة لنا في المجتمع مع وضوع الماديات وحد تعصر ودخل السجن ما بتبقاش عار قوي لكن ممكن لو في حاجة أخلاقية يعني واحد يعني أنا آسف يعني حد مثلا يكون الأم مثلا كانت شغلة شغلانة المجتمع بيشوفها مش أخلاقية يعني شغلة في مكان معين مكان الناس عارفة أو شغلانة متعرفة عنها أن هي شغلانة غير أخلاقية أو هي فعلا أخلاقها مش كويس أو هي يعني مش يتمشي مش كويس أو سلوكها مش كويس فأنا ببقى يعني طبعا أن الولد أو الشاب ده يتاخد بزنب أهله ده غلط لكن شوية أنا ببقى مقدر يعني الأب بيفكر إزاي لأن في الآخر أنا عندي بنت فبفكر يعني لو واحد تقدم طب لو أنا حطيت مكان الأب نفسه لو واحد تقدم لبنتي وهي والدته مثلا هو الولد كويس جدا لكن والدته سلوكها مش كويس أو كان سلوكها مش كويس أو 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 أنا هبص الموضوع إزاي لا أنا هبقى خايف هبقى الآن جدا هبقى متوتر خايف من إيه بقى خايف أنه يطلع زي مامته مثلا ولا خايف الناس تتكلم عليك وعلى بنتك عشان أصلي يقوله إزاي إبل أنه يجوز بنته لفلان عشان ما ميتها ولا عشان بباغم برضو مش هنربط الموضوع بطرف واحد أيا كانت المشكلة بقى أخلاقية مادية المهم أن في مشكلة في العيلة دي فتاخد الولاد كذلك عشان بنتي ولادها بكرة هيبقى جدهم وجدتهم الناس مثلا سمعتهم كويسة والناحية الثانية إحنا عندنا في مصر ما بننساش آه مش هي دي جدتها اللي كانت مشت مش عارف فين وراحت فين وجات منين إحنا دايما بنحكم المجتمع يعني ممكن نتكلم كلام مثالي طبعا لكن أنا بقولك اللي بيحصل على أرض الواقع شوية بابقى مقدر مشاعر الأب نوخ خايف على بنته يعني إزاي نتجوز مثلا من العيلة اللي كان فيها حد بالشكل ده هو ناخد الولد أو الشاب يتاخد بزنب أهله لا طبعا ما يتاخدش بزنب أهله ده حاجة غلط جدا لكن أنا مقدر مشاعر الأب ومشاعر الأم في رفضهم للولد مش عشانه هو لكن عشان عيلته أو عشان أهله فيهم ناس مش كويسين أو يعني تعدوا حدود الأدى في وقت من الأوقات أو عليهم أضايا أخلاقية أخلاقية خلي بالك اللي يتحبس عشان الفلوس وكان داخل في بزنس ده ما بنعتبرهاش حاجة أخلاقية ده ده ني ولا حظة دي لا لا فكرة بالحبس في حد ذاتها بتخليهم يحطوها كده لا ده بابا كان مسجون لا 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 ما بنعتبرهاش أخلاقية أوه يعني غير واحد مثلا تحبس في مخدرات تحبس في قضية شرف تحبس في مش عارف إيه فدي بناخدها طبعا حاجة صعبة جدا لكن واحد تعثر ماديا لأن دي حاجة ممكن تحصل لأي حد طبعا ببقى مقدر مشاعر الأب والأم يعني أنا معك في فكرة التأدير بس خلينا النهاردة يعني نقول كده كلمة من القلب وبما يرضي الله كلنا لو حطينا نفسنا مكان الأب ده اللي هو ممكن يرفض شاب عشان خاطر عيلته بابا ومامته وعندهم مشكلة بقى أخلاقية مادية أيا كان هي ويربطوا ياخدوا ابنهم بزنب أبو أمه حضرتك ممكن تجاوز بنتك لوحد عيلته كبيرة أوي واسمه وظروفهم المادية حلوة جدا وعكاها تندم على اليوم اللي انت يعني خليت بنتك ترتبط بالشخص ده ممكن على قد نجاحاته واسمه والشركة اللي بيشتغل فيها وعيلته الكبيرة أوي أوي اللي انت فرحت بيها أحيانا بيبقى فيه عيلة تبقى مرتبط قوي بالكنيسة وبربنا وأخلاقهم ويطلع الابن مختلف يعني بيحصل يا أحكس انت الآية تبقى العيلة كويسة المثل حتى يقولك يخلق من العابد فاسد ومن الفاسد عابد ده احنا بدون كده في الأمزلة الشعبية ممكن تشتري عيلة ويطلع الراجل أو ابنهم حاجة غيرهم خالص يعني ويطلع عيل بنتك بعد كده ويطلع إيه بقى ولا تعرف بعدش حليع يوم تبقى سعيد تندم عليهم اللي ارتبطت ويمكن تقول ربنا يا سامحك يا بابا ولا ماما انتوا اللي شجعتوني على الجوازة دي لكن لما تختار عريس لابنتك اوعى تفكر أصلي هو بس عشان عيلته إيه أو الظروف هو مالوش زنب فيه هو مالو إنسان كويس وكان في إيده على فكرة إنه هو بمزاجه يعني يبقى عنده مليون عذر ومبرر ويبقى إنسان وحش ما هو عادي بقى يعني ما لا أم بتدور ولا أب بيرائب ولا أي حاجة خلاص بقى يعمل اللي هو عايزه لكن واحد اختار إنه يبقى إنسان مستقيم ويبقى إنسان ناجح ومستسلمش للظروف اللي هو تحط فيها ولقيته راجل بمعنى الكلمة وشاري بنتك وبيحبها أو هي بتحبه وعنده كل المقومات كراجل مسؤول إنه هو يتجوز بنتك ليه لا يعني ليه ممكن تقف في طريقه وليه تحكم على واحد بعيلته أو بناسه